اشتركوا في القناة اول شخص يجاوب رايح ياخذ الجائزة سامحوني بالبداية الجائزة رايح تكون سواء لأفضل مشترك او قصد المشترك المؤثر او جائزة المسابقة رايح تكون فقط هي جائزة أفضل مشترك عفوا هي ميتين ريال بالاصل لكن في مشتركين هم اللي حصلتهم فعلا مؤثرين متساوين بالتأثير رايح اقسمها بينهم فاعذروني والأيضا لمسابقة جائزتها ميت ريال فاعتذر منكم للصغر الجائزة وهي حاجة رمزية فقط وعربون شكر لأعضاء القناة المسابقة هل ستستمر ما ادري صراحة حسب نجاحها الان طيب تبعونا نبدأ المسابقة ولا تبعونا نقول قصة اليوم في قصة صراحة عجبتني جدا وحبيت اني اقولها لكم طيب يلا ها ش رايكم المشكلة ما هو بث مباشر عشان تعطوني رايكم يبيلنا بث مباشر عموما يا شباب افضل او المشتركين المؤثرين على القناة وعليه شخصيا الذين اختيروا لاقتسام الجائزة رقم واحد الاخت الافعاء المجلجلة اثراء ضخم جدا القناة الجائزة الاخرى والمركز الثاني او المركز الاول مكرر بمعنى صح الاخ كاز كذلك اثراء ونقد انتقدوني انا شخصيا مهما كان النقد لديك رحب فيه في حدود المعقول يعني ما يصل موضوع سب قذر حتى عادي ممكن تسب لكن سب ما احترم هذو الاخوان فازوا رايح ارسل لهم بالتعليقات واتمنى ان يقبلوا الجائزة مني طبعا رايح اتسلم على شكل سواء بطاقة شحن او اي طريقة يخترونها بحيث اني ما اقدر احاول نقدي لالتزامي باخفاء هويتي صراحة اكون صريح معكم ممتاز ممتاز انا رايح ارسلهم ان شاء الله بالتعليقات السابقة عشان اضمن انهم هم نفسهم وممكن يعلقون لهم هنا برضو وزي ما قلت اتمنى قبول الجائزة باي طريقة بغوها طيب تنادين العنز معلش فاصل طيب سؤال المسابقة المسابقة من القنة واقسم لكم بالبداية اقسم لكم بالله الذي خلقني والله يجعل ان شاء الله اخر يوم بحياتي هذا اليوم ويوم بالقناة اذا كان فيه اي كذب اي تزوير اي مساعدة اي 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 شيء بالك اذا ما كانت المسابقة الشريفة وانزيها مية بالمية ان شاء الله ان يكوني اجلي اليوم الموضع ما يستاهل بس اللي ما يعرفوني او جدد على القناة ممكن يكون عندهم شك ان فيه محابة او او لا والله اقسم بالله اول شخص بدون اي مساهمة مني او مساعدة يجيب الجواب ويكتبه بالتعليقات رايح مباشرة يكون هو الفائز طيب السؤال يبيكون فيه تلميحات بالقصة اللي بقولها الان انا الان بقول قصة بتكون فيه تلميحات للجواب ممتاز ممتاز طيب السؤال هو حاليا بقول السؤال واللي وديه يروح يدور يدور الله يوفقنا وياكم واللي وديه يسمع القصة ويسمع التلميح يسمع القصة والتلميح يكون افضل لعشان اسرع له باستخراج الجواب طيب السؤال فيه مرة من الفيديوهات ذكرت موضوع سقراط وكان موضوع متعلق بالعلم أو المعرفة المطلوب منك فقط تكتب تعليقات الثواني أو الدقيقة التي قلت فيها هذه المعلومة عن السقراط تكتبها تحت وخلاص أول واحد أمام الجميع بالتعليقات ما رح أقولك واتسبه وغيره أمام الجميع بالتعليقات رايح يحصل على الجائزة ممكن يرسل لي إيميله وانتفاوضه وانتفاهم على طريقة إيصال المبلغ أو بمعنى الصح سلعة وهدية بقيمة هذا المبلغ طيب نبدأ بالقصة يا جماعة القصة يا جماعة كان فيه شخصية تدعى جوحا والقصة هذه خيالية طبعا لكنها مؤثرة جدا 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 كان جوحا شغال عند شخص من الأشخاص الشخص من الأشخاص هذا لديه معبد المعبد هذا من فيه قبر لمولى عندهم مولى بعض الناس عبدة البشر يرى أن شخص أو شيخ زاهد عالم عبد توفي فيضع له قبر ويبروز هذا القبر ويزخرفه فيتبركون فيه الناس يتبركون بحيث أنهم يقضي لهم الحوائج ويفرج الكرب ويرزقهم هذا الشخص كان شغال عنده شخص اسمه جوحا جوحا صار له ظرف من الظروف هذا جوحا وهذا الشخص وهذا المعبد جوحا صار له ظرف من الظروف فراحل هذا الشيخ العالم الزاهد ما هو العالم الزاهد عفوا المسؤول عن ما هو مسجد الظريح خلونا نقول الظريح فقال لو سمحت أبغى ظريفة أو أريد ظريفة ظريفة من ظريفة هي حمارة أو بمعنى أصح باللغة العربية أتان أتان هي أنثى الحمار قال له أريد ظريفة عندي لزوم في القرية المجاورة كان هناك قرية بين القرية هذه والقرية هذه مسافة بسيطة قال أريد يعني مستعجل وأريد ظريفة أقضي فيها لزومي فقال لهذا لا تتأخر وخف ظريفة راح جوحا ومشي نص المسافة بعد أن أبعد قبل أن يصل للقرية ماتت ظريفة لسبب ما ندري وش الذي ذبحها ماتت ماتت هذه الأتان وهذه الحمارة فدفنها جوحا من الحزن فدفن هذه الأتان وصار يبكي عليها يبكي بحسرة وبعمق وبدموع فأتاه شخص عابر لهذه القرية كان ذاهب إلى ذلك الظريح فسأل هذا فسأل جوحا لماذا تبكي هذا الشخص الغبي السادة جال جوحا قال ليش تبكي يا أخ العرب قال فلقاه فرصة قال هل تبكي على شخص عزيز أو شخص عالم أو زهد قال نعم هذا القبر كان للشيخ الفلاني لو سمحت يا عنز كان للشيخ الفلاني فتوفي هنا وأنا أبكي عليه لأنه كان في حياته يقضي الحوائج ودعاه مستجاب وشفى جدتي من العمى والبرص وشفى جارنا الأعرج وعطاه من الكلام هذا قال أنا كنت ذاهب للشيخ الفلاني وضريح الأخ الفلاني الذي هو بالقرية الأخرى عند هذا التاجر الوقح تاجر الدين قال أنا كنت رايح له لكن الحمد لله دعوت الله أن يسر رحلتي فيسرها الله فوجدت هذا العبد الزاهد في منطقة أقرب فقام أيضا إلى جانب جوحى يدعو ويستغفر وينوح ويبكي أتى الثالث أو الثاني بمعنى صح فوجدهم يبكون فسألهم فأتىه نفس الجواب فصف معهم واستمروا بالبكاء أتى الرابع والخامس والسادس وكلهم يبكون بكاء شديد وعاوي لأن تسمعه القرى المجاورة ممتاز جدا أتى اليوم الآخر أصبح جوحى يبيع من قطع من طين هذا القبر يبيع الأشخاص للتشافي والتداوي ويبيع كذلك ما يقول أنه كان يقرأ في هذا الشيخ لدي كمية كبيرة كان يقرأ فيها فهذا السجج السدج السدج أصبحوا يشترونه من جوحى وجوحى بنى هذا الظريح ووضع له أسوارا ووضع له سور بحيث يدخل ب زي التذكرة حيث أنك تدخل وتتعبد وتدعو اغتنى جوحى الآن وبنى له بيت جنب هذا الظريح وأصبح معروف بالشيخ الجليل جوحى حارس قبر المولى فلان ما يدرون منه فلان يوم من الأيام هذا الساذج أو عفوا هذا المحتال أو هذا صاحب الظريح الأول أتى تأخر جوحى فأتى يرى ماذا حل بظريح فهو جوحى فعندما وصل تفاجأ لم أكن أعلم بوجود الظريح هنا فسأل جوحى قال ليش يا جوحى ليش تأخرت علي ومن قبره ومن ضريحها هذا الظريح فقال جوحى أقول لك وتسامحني على ضريفه لأن هذا جشع جدا وكان بعاقب جوحى لأنه أخذ ضريفه ويشتكيه إلى الوالي فقال له جوحى هل تسامحني إذا أخبرتك لمن هذا الظريح قال له نعم فهذا الظريح قلل قلل من دخلي يعني جوحى كان عارف الموضوع فقال فقال جوحى سوف أقول لك الحقيقة لكن لا يسمعون هذا السذج دعهم يتعبدون فمضوا على جنب وقال له اسمع هذا الظريح هو ضريح الأتان أو الحمارة ضريفة فتفاجأ فقال له يا مجرم يا مجرم يا محتال عفت على الناس وقالها بضحك ويوحك قال لتوقعت جوحى قال لتوقعت أنك رايح تعاقبني لأني أولا كذبت على الناس واشتريت بآيات الله ثمنا قليلة فقال هذا المحتال أقول لك السر كما علمتني بسر ولكن بشرط نكون شركا بهذا الظريح وبالظريح الذي لدي قال لجوحى قل السر سر كبير على ما قيل قال تعلم الظريح اللي عندي منه المولى اللي فيه قال جوحى والله أنا عارف أنه رجل صالح توفي في الناس يتشافون ويتبركون به قال لا هذا أبو ضريفة اللي هي الحمارة فضحك جوحى وضحك الناس واستمروا هذا ولا المحتلين بتجارتهم باسم الدين هذه القصة التنميح يا جمع على السؤال السؤال موجود في مقاطع أنتم عارفين بعض المقاطع تكون لحد المشاهير بدون ما يكون موجود أنا في مقاطع خاصة فيني أنا اللي أكون أتحدث فيها السؤال موجود بأحد المقاطع التي بها كلام شخصي أنا أنتقد شخص أو بمعنى أصح شخصة واللحظ لكم الموضوع أول رجل زي ما قلنا ويعطينا الثواني يلي تعطينا الدقيقة والثواني عشان أضغط عليها مباشرة وانتقل للفيديو ويعطيكم العافية وكل التوفيق تواصلوا مع الأخوة اللي فازوا والأخوة أتمنى لهم ترجمة نانسي قنقر